يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفون على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائي المصرية وأهلا بحضرتكم بحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر صباح الخير عليك يا مسترطان صباح الخير عليك يا باسانت وصباح الخير على مصر كلها وصباح الخير على كل المصريين كل سنة وحركوا طيبين النهاردة يوم الشهيد يوم الشهيد اللي مصر وقواتها المسلحة بتحتفل بيه كل يوم 9 مارس من كل عام طبعا في هذه الحلقة هنوجه تحية كبيرة لأرواح أبطالنا الشهداء اللي ضحوا بحياتهم علشان تفضل بلدنا قوية ويفضل أهلها آمنين المجد للشهداء اللي هانت عليهم حياتهم وما هانتش عليهم حياة المصريين ولولاهم ولولا إرادة الله سبحانه وتعالى ما كناش وصلنا إلى اللي احنا فيه حتى الآن استقرار وأمن وأمان في الشارع المصري وكلنا ملاحظين هذا الأمر حقيقة مصطفى يعني خلينا الأول نشرح لحضراتكم يعني ليه بنقول يوم الشهيد أو تاريخيا إيه اللي حصل عشان النهاردة يكون يوم الشهيد زي النهاردة سنة 1969 استشهد البطل الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة أثناء حرب الاستنزاف البطل عبد المنعم رياض استشهد هو في مقدمة جيشه على جبهات القتال وفي الصفوف الأمامية مع الجنود أثناء التدريب والتحضير لحرب أكتوبر الحقيقة تضحيات الشهداء لسه لغاية النهاردة بتقدم قائمة طويلة جدا من الأبطال محدش يقدر ينسى العميد مصطفى عبيدو العقيد رامي حسنين النقيب خلد المقربي طبعا العقيد أحمد منسي وغيرهم كثير قوي من الشهداء لغاية النهاردة في الحقيقة بيقدموا روحهم فدى الوطن وعشان النهاردة زي ما أنت قلت يا مصطفى نقدر نعيش بعزة وكرامة وأمن وسلام صحيح وقصة الجنرال الذهب عبدالله نرياض قصة ملهمة لأنه ربما كان سبب رئيسي جدا في نجاحنا في حرب أكتوبر لأن من بعده بدأت حرب استنزاف تانية غير اللي كانت قبل كده مصر اتشحت بالسواد فعليا جنسته كتب المؤرخين أن هي كانت من أكبر الجنازات في تاريخ مصر ضهاها البعض بجنازة عبدالناصر خرجت المزاهرات تطالب بالسقر وكان ده دافع قوي جدا المصريين أن هم يشتغلوا على نفسهم ويشتغلوا في حرب الاستنزاف حتى تحقق بالفعل نصر أكتوبر وعايز أقول أن مصر عندها قائمة كبيرة فعلا يا بسانت يعني من التضحيات والبطولات اللي قدمها أبنائنا المخلصين واللي بسببهم إحنا قادرين لغاية لوقت أن إحنا نكمل ونبني بلدنا بعد ما قضينا على إرهاب في السيناء أو في أي مكان على أرض مصر التاسع من مارس ينفخر وتكريم لكل أبطال الشهداء ولكل أبطال القوات المسلحة المصرية عظم شهيدك تحية لكل روح طهرة قدمت نفسها بتصيب خاطر عشان تراب البلد دي لكل دماء ذكية راحت ليبقى الوطن كمان في اليوم ده لازم نوجه تحية لكل أهالي الشهداء اللي صبروا واحتسبوا وقدموا أبنائهم فدى لهذا الوطن ما فيش حاجة في الدنيا تعود فكرة أن انتوا خسرتوا سواء ابن أو أب أو أخ لكن الحاجة الوحيدة اللي ممكن تبقى بتسهل عليه كل إحساس ده أنه الناس دي راح تفدى الوطن وعشان النهاردة نقدر كلنا كمصريين نفتكرهم بكل فخر وكل عزة والناس دي النهاردة يعني فعلا هم أبطال وهم السبب أن احنا النهاردة قادرين نبقى عاديما حضراتكم بنتكلم بهديل أريحية وفي أمان وسلام خليني أقول أن احنا النهاردة في خلال الحلقة هنبقى بنحتفي مع حضراتكم بيوم الشهيد وليه أقول بنحتفي لأن هو ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وده وعد من الله سبحانه وتعالى نحنا النهاردة بنحتفي كل بطل مصري يقدم روحه في ده الوطن ومعانا نمازج كثيرة جدا في خلال الحلقة النهاردة هنقدمها لحضراتكم أهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر وبنصبح عليكم احنا نحن بعمل شكرا